خليني بلش اشرح للناس عن البطاقة التمويلية لأنهي الموضوع القاعد على قلبنا أكتر وأنه خلص يعني أكتر من هيك شو بدا العالم لتستفيد يحجرب كمان أخذ الوقت وضح كم شغلي إلى علاقة بهالبطاقات في عنا أكتر من بطاقة أول شي خليني أقول عنا البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرة هيدا البرنامج الوطني موجود صار له تقريبا 11 سنة اللي منسميه الـ MPTP هيدا موجود هبة اليوم هالهبة بالطال 36 ألف عائلة نعمل لهم تسجلوا عبر مراكز الخدمات الإنمائية وهالعيال نعمل لهم الزيارات وصار فيه متابعة لقلون وهيدا البرنامج هو للأكثر فقرا نعم برجع عيد هو للأكثر فقرا الـ MPTP الـ MPTP هيدا البرنامج اليوم ابتداء من أيلول لما استلمنا الوزارة بلشنا نقبض على الدولار قيمة هالمساعدة لهال36 ألف عائلة لكل عائلة شهريا بين المية ومية وثلاثين دولار بالحد الأكثر أكيد بتنحسب على عدد الأفراد الموجودين بالعائلة وبتنحسب قدي الكوتا الموجودة لكل شخص لحد ست أشخاص وفيه رقم له علاقة بالعائلة لكن هيدا أول نقطة اليوم هيدا البرنامج بيستفيد منه 36 ألف من هلأ لشباط سنة 2022 عنا 130 ألف عائلة مسجلين بمراكز الخدمات الإنمائية يحيبلش زياراتهم من خلال العمال الاجتماعيين ومن خلال بعض الشركات الي هني متعاقدين مع الي عم بيقود البرنامج الي هني WFP بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ويحن نختار 40 ألف عائلة تانيين ويحيغطي هيدا البرنامج الي هو الأكثر فقرا 75 ألف عائلة من هلأ لآخر شباط كيف بيتسجلوا بيتم اختلاف؟ تجيل تم لأنه تم بالمرحل الماضي من خلال مراكز الخدمات في 130 ألف طلاب يحيصير في عندنا زيارات لألون ابتداء من أول الشهر أول كانون هلأ عم بيصير التدريب للفريق وبإذن الله نحن لحد شباط بيكونوا الزارة 130 ألف عائلة ويحيتم رفع العدد من 36 إلى 75 تصعوديا ونحن بآخر شباط يحنكون دفعنا لـ 75 ألف عائلة هودي هبة بالدولار بين المية والمية والثلاثين دولار هيدا أول نقطة لكن هيدا بطاقة هيدا مقلعة هيدا مقلعة ويحيد دوبي من 36 يحنوصل لـ 75 وهيدي هبة وهيدي كانت مبلشي بـ 11 سنة وصلنا لـ 36 ألف عائلة نحن بـ 3 شهر حضرنا الأرضية تنوصل لـ 75 يعني يحنعمل مش 36 يحنعمل 40 ألف عائلة جديدة ومعناتها أنه هيدا البطاقة قلعة ميزة هاي البطاقة تنكون عم نركز للأكثر فكرة هيدا أكثر فكرة يعني أكيد ما بيكون عنده معاش بيكون ما عم يشتغل بيكون وضعه المادي كتير صعب عنده عائلة كبيرة في عنا أمراض في عنا إعاقات في عنا مشاكل المشروع الثاني ما هو اللي اسمه المشروع الطارق لدعم شبكة الأمن نتيجة أزمة كوفيد أو جائحة كوفيد اليوم صار فيه برنامج بلبنان لأنه تعطلت الأشغال تسكرت الأشغال صار في عنا مشكلة اقتصادية كبيرة وأكيد ترافقت بمجموعة مشاكل تاني إلى علاقة بالمشكلة المالية والاقتصادية اللبنانية انطلقت هيدا البطاقة لإسمها ESSN هيدا البطاقة هي تكملة لهديك البطاقة لأكثر فكرة هي بالطالة الشريحة الفقيرة هيدا البطاقة هي تمويلة تمويلة جاية من الورد بانك من البنك العالمي وعمليا هيدا البطاقة بدأت طالة 160 ألف عائلة 160 ألف عائلة الـ ESSN يعني بس ما بلش هلا يحكي عن التجيل لكن هيدا صار فيه أنون 219 أكيد هي اتفاقية دولية أنون 219 بهالأنون 219 كان مفترض يمرو على مجلس النواب يقولوا أما إيه أما لا لأنه رصد هوندين 246 مليون دولار أخذتهم الدولة اللبنانية ولكن أخذتهم بفوائد كتير بسيطة وعالمدى الطويل وعمليا بدل ما يمرو أهل الأنون بسلاسة بدون ما يصير فيه تعديل صار فيه اكتراح لبعض التعديلات وكانت الغالج غاية كتير إيجابية أنه بنا نجرب بدل 160 ألف نعطي 175 ألف كان حضرتك من يومين عندك اجتماع لقاء مع أئس المجلس قبل ما أصل لهاي تقول شو صار هايدي بالوزارة الأديمة صار تعديلات خلصت الوزارة استلمنا نحن ولكن هايدي التعديلات طلب مننا البنك الدولي نعمل معروف نرجع نعرضها على مجلس النواب تتاخد موافقة مجلس النواب كانت موجودة على جدول الجلسة الماضي ولكن متما بنعرف ما قطعت بسبب فقدان النساء ليش كنا عند دورة الرئيس بري نحنا كنا عند دورة الرئيس بري لأنه تقدم هالمشروع تيرجع ياخد الأوكي قبل ما نبلش التسجيل رحنا لعنده نلتمس يعني نلتمس منه أمتين بدا تصير هالجلسة لأنه كل اللبنانيين ناطرين انطلقت التسجيل وانطلقت قبض يقبضوا الناس اللي بحاجة من بطاقة الإسأل هاي بعد من طلقت ومن قبض بعد من طلقت وبعد من قبضنا ولكن الرئيس بري أبدأ تجاوب كتير كبير بوجود الرئيس مئاتي بوجود الزميل وزير الاقتصاد ونحنا عنا بوادر كتير جيدة بهيدا الاتجاه وبعتقد أنه الساعات اللي جاية اليوم الرئيس مئاتي أعلن أنه حيصير التسجيل بدأ لك شغلة أسبوع الجاية نحنا بس بعد ما أعلننا لحظة التسجيل نطرين فعلا تعيين تعيين الجلسي